مشاهدين يعرض سوق العمل الرقمي فرصاً هائلة للأفراد والشركات وفي الوقت نفسه يتطلب التعامل معه تحديات متعددة للحديث حول الموضوع ينضم إلينا الخبير الاقتصادي أحمد عقل صباح الخير يا هلا صباح النور تحديات كبيرة في هذا الموضوع وفي هذا المجال خير نبدأ ما هي الفعل هذه التحديات التي تواجه السوق العمل الرقمي بدايةً بدنا نقول أنه سوق العمل الرقمي هو استخدام التكنولوجيا بإنجاز عمال يعني إذا بدنا شوي نسحل الأمور وبالتالي بوجود هذا التطور السريع على مجتوى الكمبيوتر شبكات التواصل أو الاتصال بالعالم وأخيراً الهاجز الأكبر أبذكاء الصناعي كانت التكنولوجيا أول شيء موجودة جاءت عملية الاتصال الشامل بالعالم سهلت عملية انتقال الأخبار والمعلومات وحتى التناقش والاجتماعات فهيتي كانت البداية اليوم التحديات اللي عبت واجه هذا السوق بدايةً هو ببعض دول العالم مثل أفريقيا مثل غيرها ما زالت الإنترنت أو شبكات الاتصال صعبة شوي هيدا أحد التحديات اللي بوجه بعض المناطق بالعالم ببعض الأحيان بعض التحول الرقمي أو التكنولوجي ما زالت تكلفته ببعض الأمور ما زالت مرتفعة نوعاً ما كاستثمار أولي وثلاثة وهيدا الأهم والأصعب بسوق العمل نفسه اللي هو وجود كفاءات قادرة على العمل بهذا الموضوع اليوم نحن كلنا عم نسمع بالـ AI أو الذكاء الصناعي ولكن كم شخص من حولنا يمكنه العمل بهذا القطاع مش استخدام القطاع وهو في فرق لما نحن نصنع كمبيوتر أو نحن نعمل برنامج وبين أنه نحن نستخدم برنامج فالموضوع ما زال ببداياته تحديات بالاستثمار برأيي أنا مهمة جداً ما زالت موجودة ولكن السرعة اللي عم يمشي فيها مخيفة يعني سرعة هذا التحول الرقمي مخيفة بشكل كبير وعندنا دول مثل دولة قطر أصبحت معظم المعاملات فيها عن طريق العمل بالفعل يعني لاحظ هذه من تفاصيل يمكن صغيرة في حياتنا اليومية طيب التوجه الرقمي يعني في هذا الشكل كيف يؤثر اليوم كلنا نتحدث عن موضوع الوظائف أو الأعمال التقليدية اللي اليوم عم تتغير وعم تتحول أيضاً كيف يؤثر بالفعل على فرص العمل التقليدية؟ شوفي أنا دائماً أؤمن أنه هذا التطور التكنولوجي بياخد فرص يغلقها ويفتح فرص جديدة وقلنا بالتاريخ أول ما بدأ الكمبيوتر اعتبر الناس أنه كثير من المهن سوف تفقد وبالفعل الطابع أو الكاتب اللي على الآلة الكاتبة بطل موجود كثير من الأمور اللي هو الديزاينر حتى لم يعد موجوداً حتى المكتبات بطل إلى تقريباً وجود بيع الكتب تقريباً انخفض بشكل كبير لأنه صار فيه بدائل وكثير من الأمور ولكن بنفس الوقت صار فيه مستخدم للكمبيوتر وفني للكمبيوتر ومبرمج ومراقب وأمن سيبراني بعتذر أنه وقفتك ولكن بهذه النقطة مهمة جداً أنه أنت عم تخلق فرص جديدة ولكن عم تخلق فرص لأجيال جديدة يعني تعتبر أنه كأنه في أجيال خلاص توقفت وظيفتها لأنه في ناس صلى سنين يعني عمد عم تشتغلوا بوظيفة صعب على يمكن التأقلم مع العصر هوني بيجي اللي هو التحدي الأكبر تطوير الذات يعني اليوم الوظائف أصبحت تحتاج إلى مؤهلات أكثر مما كانت عليه من 30 سنة بعد 20 سنة رح تكون المؤهلات أعلى نتذكر بالخمسينات أو ستينات أو سبعينات هذا القرن الماضي كان من يعني ينهي الدراسة الجامعية العمل مؤمن وهو من أحد الأشخاص اللي بيفتخر بشهدته الجامعية ومازل ولكن اليوم أصبح الموضوع منتشر بشكل كبير أصبح الماجستير ضرورة لإيجاد عمل جيد أصبحت الدكتوراه بعد شوي ممكن أكثر فبالتالي مستوى المطلوب التحصيل العلمي والأكاديمي والخبراتي والمعرفة المؤهلات المطلوبة أصبحت أعلى مما كانت عليه اليوم من الصعب جداً أي شخص أنه يشتغل بمجال الذكاء الاصطناعي إذا لم يكن يعرف اللغة الإنجليزية بشكل طلق خلينا نقول فأصبحت اللغة ضرورة للعمل بضمن مجال معين لم تكن موجودة سابقاً وغيره وغيره هذه بسبب إذا بدك فكرة العولمة اللي بدأت تنتشر أو تكون موجودة بتفاصيل حياتنا اليومية اليوم نحن بنتابع ناس من السوشيال ميديا مؤثرين هن موجودين بالصين وبالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأوروبا وعرب وغيرهم ولكن أصبح هذا الشخص مشاهد بدولة أخرى فكل التكنولوجيا اليوم عبتنقل فكرة العمل ليصير أكثر تخصصي إذا بدك ما المطلوب اليوم يعني ما هي الخطوات خلينا نقول لتطوير المهارات ومواكبة العصر مواكبة التكنولوجيا وهذه التقنيات الحديثة شوفي أول شي بدنا إياه كوادر عمل ذات مؤهلات وذات معرفة وهذه بتبدأ من اختصاصات الجامعية نحن اليوم عنا مشكلة أنا برأيي بالتعليم بشكل عام ما زالت نحن من الناس اللي بتتأخر لما تغير ببعض الأنظمة التعليمية النظام ممتاز ولكن مواد دراسية أصبح اليوم الكمبيوتر من كم سنة يدخل يمكن بشكل قوي اليوم نحن بحاجة لموضوع الذكاء الصناعي نتابعوا من أوله وأولادنا من الجيل الصغير يبدؤون بمعرفة هذا الموضوع نفس الشي اليوم الجامعات قد يكون قد يكون بكل العالم العربي صحيح قد يكون بكل العالم العربي لا يوجد اختصاص جامعة تعطي اختصاص بالذكاء الصناعي بينما موجود بتركيا موجود بأوروبا موجود بالولايات المتحدة الأمريكية فحتى البحث عن الاختصاصات الجديدة مهم جدا هذا التحدي العام التحدي الآخر اللي هو مثل ما قلنا أنه اليوم نحن بمرحلة انتقالية في جيل معين أو أشخاص لا يملكون هذه المقدرات والمعرفة ممكن يواجهوا مشاكل بإيجاد فرص عمل لاحقا يمكن بعد 20-30 سنة الجيلي الجديد سوف يكون مؤهل بشكل أوتوماتيكي ولكن هلأ في عنا بعض الأعمال أو المهن التي أصبحت غير يعني ممكن أشخاصها ما يلاقوا عمل مستقبلا بدي أعطي مثالين سريعين بس اليوم السائق مثلا سائق السيارة أو المركبة ممكن بعد 10 سنين لما تصير سيارات كهربائية منتشرة أو 20 سنة يصبح هذه المهنة غير موجودة مهنة الكشير بكثير من دول العالم صار فيه بالسوبر ماركت نظام تصيرين إلى مكان الدفع دفع ذات بتعملي اللي هو المسح الآلي للأسعار ودفع ذاتي ومن ثم اتجاه فالمكان اللي كان بده حتى بقطر حتى بالدول العربية 20 أو 30 محاسب أصبح بده 20 15 10 الكشير أو الشخص الذي يقوم بالمحاسب دائما أيضا العمل ببيئة العمل الرقمي خلينا نقول فيها ربما بعض المخاطر يعني كذلك من الجهة الأخرى في هناك مخاطر كبيرة وتطورات كبيرة بشأن موضوع الاختراقات وما إلى ذلك وخاصة إذا كانت شركات كبيرة وتعتمد بشكل كبير على العمل الرقمي كيف يمكن حماية البيانات الخاصة؟ شوف اليوم هذا الموضوع بحاجة لاستخدام أول شيء أكيد التقنيات الجديدة بحاجة لتطوير جيل جديد من المبرمجين اللي شغلهم الأمن السبراني اليوم مؤتمرات الأمن السبراني تبادل معلومات والدخول بمنظمات معينة بعتقد هذا إلى تأثير كبير ومهم جدا على مستوى الشخصي أنا بنسح كل شخص أنه يستخدم برامج الحماية الأساسية الرسمية لأنه اليوم هذا الموضوع حساس وفقدان المعلومات اليوم أصبح بمثابة فقدان كل شيء يعني الشخص صار عبارة عن أرقام ومعلومات حتى الحساب البنكي هو عبارة عن رقم موجود بالبنك إذا شخص استطاع اختراقه بحسابك لا سمح الله وعمله يعني صفر أو حوله إلى أي مكان آخر فأنت فجأة أصبحت بدون أي أموال موجودة وبالتالي موضوع الأمن السبراني يعتمد على سياسات الدول أشخاص غير قادرين على تأمين نفسهم الدول يجب أن تؤمن هذه المنظومة وتحميها ومن ثم الأشخاص يكونوا ضمن هذه المنظومة برسوم أو بشراء برامج معينة والعمل عليها وهو أريد أن أقول شغلة كمان سريعة التحول الرقمي تأثيره مش بس على العمال حتى على الملاك وموديل اللي هي طريقة العمل نموذج العمل اليوم معظم المتاجر أصبحت على الأونلاين صحيح هذا الموضوع تحدي كبير نحن لا ولا مرة فكرنا بشو أو أنه وين ممكن يخدنا أبعاد اليوم نحن عم نحكي عن صاحب العقار قد لا يعود قادر على تأجير عقاره المحال التجارية إذا كل الأعمال أصبحت هيك الطلب عم بخف اليوم كل الأمازون ما عندهم محل واحد بالعالم وهو المتجر الأكبر بالعالم اليوم فهيضا الموضوع أصبح تحدي حتى لأصحاب العقار حتى لأصحاب الأعمال السابقة وهيضا الموضوع صار مثل ما قلنا كلما تطور الموضوع الرقمي كلما أصبحت الحياة أكثر صعوبة وبحاجة لأفكار جديدة للعمل والمشكلة الموضوعية يتطور أكثر يعني الأصحاب المتمسكين بالعمل التقليدي وبالتقنية التقليدية اليوم سيصلوا لمحال يعني خلاص لابد من التغيير لمواكبة العصر الذكاء الصناعي هو كلمة السر الذكاء الصناعي اليوم برامج الذكاء الصناعي قادرة إذا حدا بفوت بيجرب أي برامج بدون تسمية قادرة أنا شخصيا جربت قادرة على كتابة قصيدة شعر عربية صحيح عن موضوع معين اليوم قادرة يعني الدخول بكل شيء الذكاء الصناعي طب الشركات اليوم أو المؤسسات أو يعني أي خلينا نقول يعني جهات معينة في سوق العمل هل يجب اتباع استراتيجية معينة طرق معينة خلينا نقول للدخول في سوق العمل الرقمي شوفي لا شك أنه أول شيء بده يكون العمل منظم بشكل واضح وكله عبارة عن عمليات إجراءات موجودة اثنين الشركة بده تكون عبا تتابع التكنولوجيا الحديثة وتقوم بالاستثمار وهذا القسم شوي دايما عليه الخلاف لشراء برامج معينة وتأهيل موظفينا بشكل كبير وهذا دايما كمان موضوع خلاف آخر فاليوم أنت عندك برنامج محاسبي مهم ولكن المحاسب لا يعرف استخداماته كاملة ممكن يعرف يمشي الأمور فبحاجة لدورات وتنمية الموظفين تأمين البنية التحتية للإنترنت السريع البرامج الحديثة المتطورة وبنفس الوقت مهم جدا أنه نضلع بنواكب هذا الموضوع أنا دائما بنصح بالمؤسسات الكبرى نحن عم نحكي يكون فيه شيء اسمه قسم البحوث والتنمية ومعروف يعني أو التطوير البحوث والتطوير مهم جدا لأنه هيدا دائما يبحث عما هو جديد وملائم لعمل المؤسسة وكيفية استخدامه بشكل أمثل في نهاية الرؤية اليوم ما عم بتكون لسنة وسنتين يعني بإنشاء الشركات الجديدة لعشرات يمكن السنين دائما الرؤية وهذا هو المستقبل الرقمي اليوم أنا أريد أن أشكرك خبير الاقتصادي أحمد عقل شكرا لحضرك معنا شكرا